أكثر من عامين على تعيين البريطاني مارتين جريفث مبعوثا أمميا إلى اليمن ومعه تغيرت موازين القوى وتعثرت العملية السياسية في ظل استمرار القتال بينما تواصل القوى الخارجية دعمها للميليشيات يصر جريفث على الذهاب بعيدا عن جذور الأزمة والوعود التي أطلقها عند توليه لمهامه بإيقاف الحرب ومرارا كان جريفث يزور صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشية بالتزام مع تصاعد وتيرة العنف دون أي تعليق منه وحين زار مأرب للمرة الأولى دعا الرجل بشكل عكسي إلى خفض التصعيد العسكري وكأن المدينة التي تستهدف بصواريخ الميليشية هي من تفجر الوضع خطاب المبعوث الأممي بحسب الكثير من المراقبين ترتفع لهجته حين يتحدث مع مسؤولي الشرعية وتخفت نبرته حين يوجه للحوثيين فحين كانت ميليشيا الحوثي تتجه للسيطرة على مديرية نهم ومحافظة الجوف لم يرى جريفث الذي كان يزور صنعاء آنذاك أن هناك داعيا لحث الحوثي على خفض وطيرة العنف ووقف الهجمات التي استهدفت المدنيين بالصواريخ الباليستية وبين زيارته إلى صنعاء ومأرب كان جريفث يعقد سلسلة لقاءات مع سياسيين يمنيين في محاولة منه لإنعاش مسار السلام والقفز على الفشل في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الاتفاق الذي ترى الحكومة أن الحوثيين وظفوا بنوده لنقل المعركة إلى الشرق ما يظهر جليا هو أن الرجل يركز اهتمامه فقط على مدينة الحديدة ومينائها تحديدا بينما لا يلتفت مكتبه ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار للجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والتحالف السعودي الإماراتي ضد سكان المديريات الواقعة على امتداد الساحل الغربي عملية السلام في اليمن يجري إفراغها من مضمونها وتجزئة بنودها لصالح الأطراف الإقليمية والأطراف التي تستقوي بالتبعية للخارج في ظل استمرار العنف في بلد بقي منذ خمس سنوات على هامش العالم اشتركوا في القناة